موسيقى 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 وانت مذل اول مرة بتفوز هذه تبقى مشكلة عندك انت من حقك انت تبخر بها بس لما انت تفوز خل اوضح لك نقطة يعني انت عشان 14 و 35 مبطل كرة احنا ما نلعب لعم منافسة موجودة اينك بالدولي وينك بالسوبر وينك بذراع شو يبقى بطولتك الابطال اخر مرة من مطلع ثاني اوه فانت عم تحكي عن اتما تكلمت التاريخ اخر مرة من يطلع الثاني ماذا يطلعنا ولا احنا طلعنا ماذا اوكي بالبطال بالدولي انا متحوق عليك اوكي انا السنة وينك انت عشان ما السنة وينك اقول لك متعم لا انا بالمواجهات مباشر معا حين انا اقدر معاييك ومقول لك انا العام ماخر الدوري والعام وهي موت شيء اقول لك الحين انا هي ما تحسب شيء طيب انا ما تحسب شيء هي تحسب منه الاكثر فوزا طيب شكرا انا بشكرهنا هذا الحوار الرائح جدا مراقي هذه هي كرة القدم انا برأيي وكل واحد بيقول عنها متعصبين نحن متعصبين لكرة القدم لا لا متعصب من دون اي اخطاء لا 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 نخي منهم اخطاء بالعكس لان خي هذه هي كرة القدم فيها شوية خيناقول مناوشات ولكن تحت ثقف الاحترام وهي دا الشعار الكبير ليوسف وايضا الكابتن محسن بس في شغل اليوم كابتن محسن تب فريقك طلع بره دور الابطال وبره الدوري الاسباني الفريقي طلع من الدور نصف نهاي بس ابعوضان انتليبس وطلع من الدور المجموعات ابعوضان انتليبس حتى لو يوصل نهاي ويحقق معلومة لك ريال مدريد وصل 17 مرة للنهايات فاز فيها 14 هذا يبين لك النسبة طبعا طبعا علو الكعب اللي عند ريال مدريد مدى التاريخ واخرتها البطولة الماضية اللي حققها على افضل الفرق احنا من بداية الموسم تذكر كنت تسألني كنت اقول لك ريال مدريد ما راح يحقق الابطار هذا مو ما روح انا لنقص من تاريخها هذا لا تاريخها ولو العام فايز ولما انا اقول لك اخر خمس سنوات حقق هاترك بطولات هاترك بطولات مع زيدان حقق مع انشلوتي الماضي هذا ما يعني نقصة من فرقة التأكيد بالتأكيد في فرقة التأمل وأملها بطولة عندها بس كفوز على ريال بالتأكيد اليوم لما نحنا نذكر بانه دوري ابطال اوروبا انطلقت بالعام 1956 والريال معه 14 لقب بغض النظر عن رضانا او اعتراضنا على هذا الواقع ولكن يبكى هذا واقع يبكى واقع يعني بصراحة اليوم حتى انا لي ما بحب الريال انا مشجع البايان الجميع بيعرف ولكن علي ان اقول بانه ريال هو سيد بس انك سعيد انت امس بالخسارة ايه انا بالتأكيد اه شفت بالتأكيد هذا اللي انا اقصده ليش انا بيكتب فهمني بس لحظة ليش انت سعيد لا لا ليش ليش لانك انت طلعت من مجموعات خطأ لانك انت طلعت من كذا عراق دور الثمانية لانك انت ما قدر توصل ابو عبدالله لانك انت العام الفايد لا 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 بالعكس انا رح ارد عليكم بالحجة يا ابو عبدالله خلينا نحكي اليوم انت عم بتقول انه ريال مديد هو الزعيم لانه معه 14 لقب نعم نعم صح ايه بيتلك هالموسم سيء انا مدريدي ابو عبدالله قدتك انا ما رح احقق البطولة لان اعرف فريق ابو عبدالله يبدو الخيسانة برح يعني خطأ بس فكرتك بس فكرتك بس فكرتك بس فكرتك شوف فكرتك اليوم لما انت عم بتقول انه ميزان القوى هو عدد الالقاب نعم انا بالتأكيد بتمنى خروج ريال لكي لا يزيد رصيده من الالقاب صح هذا طبعا طبعا انا بفقد هيدا 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 والسبب بعدين في نقطة مهمة تفضل انت تخيل حين لما اخر خمسة سنوات تحقق اربع بطولات وتاخذ البطولة بس ارتضع بس ارتضع بس ارتضع بس ارتضع الفرق الثاني والجماهير الثاني خلاص خلاص راح تلوع تحبدأ لا حتى ابنو خلصت طعيل زيزو زيزو خلواه على الدور الكويته نعم الدوري الكويتي وصل إلى المراحل الختمية عندنا يوم الجمعة بإذن الله ضمن الجولة الثامنة مبارتين القدسية مع قاظمة وأيضا العربي مع الكويت ويوم السبت عنا مبارات السلمية والأفحيحيل منبدأ مع الكابتن العودي برأيك مبارات العربي والكويت هي راح تكون الفايصر هو الطبيعي هي المباراة بين المتصدر والوصيف الفرق ثلاث نقاط العربي يعني أعتقد راح يواجه صعوبة خاصة غياب اثنين من أهم لاعبين نعم الفيصل العنزيو أو عفوا سلطان العنزيو وبوعبطة فهذول هي اثنين راح يكون لهم أثر كبير لكن نتوقع مباراة قوية كما عودنا الفريقين يعني في الفترة الأخيرة خاصة ما عادت مباريات محسومة من بدايتها مثل ست سبع مواسم لا العربي بدأ ينهض الكويت قاعد يتحسن كل مرة أكثر وأكثر كذلك كارما والقادسية القادسية مر في ظروف صعبة لكن قاعد أشوف الفترة الأخيرة قاعد يتحسن وتعاقدهم لخير مع الاثنين حق الموسم من قادم هذا الدليل أن الإدارة قاعد تعمل وتسعى أن تعيد الفريق لأمجادة لكن قبل كل شيء عشان تطور أي فريق أنت لازم تعني بالمراحل السنية هذه الأمور الناس ناسيتها نهائياً ولازم أنا في كل مقابلة في كل حوار أذكر النقطة هذه ما يصير أنا أي مدرب متواضع للمراحل السنية لأن المراحل السنية تتيبها أفضل وأحسن الأجهزة الفنية لأن إذا تأسس اللاعب غلط فاستقبل كل غلط نحن نعرف في حال فوز العربي على الكويت سيتساوي بالنقاط ولكن بالمواجهات المباشرة العربي يتفوق على الكويت وبالتالي فوزه على الكويت ومن ثم فوزه بالمبارتين المتبكيتين سأل مياه في حين سأل عربي يتوش طبعاً طبعاً فوز العربي سيكون 90% دوري لأمانة لأنه في المواجهات سيكون متفوق طبعاً هناك شكوك بين السالمية وفحيل الفرق هذه احترامي لها في وضعية لا منافس ولا لأي دور لكن لما نيحق الكويت وعرقلت السالمية في ثلاثة واحد هذه تعطيك انطباء للعربي رغم أن العربي في المواجهات الأخيرة فاز على السالمية ثلاثة وفاز على الفحيل ثلاثة إلا أن مثلاً مباريات هاي رح يكون تحضر الضغط هنا هيك عند الإصابات اللي عندها من أفضل يعني المدافعين وأفضل لعب وسط أيضاً العربي قام يتلقى أهداف على مستوى خط الدفاع يعني ممكن آخر مبارتين تلقى أربع أهداف من كامة سواء في الكاس الكاس والدوري ففي أمور حتى على مستوى الحراسة في تغييرات صح عبدالغفور الإصابة داشتي في أمور هذه كنا دائماً نحن نركز عليها أن تصير متغيرات في التشكيل اضطرارية أو مدرب عندها فكرة في طريقة أسلوب لعب لكن كل هذا قاعد يعني يعطيك انطباع أن الفرصة اللي كانت وتيحت للعربي كاظماً اللحاق بالصدارة بالكويت بعد تعثرها من السالمية وبعد تعادلهم أبقت الكويت في الصدارة هذا كله يحاق وكله مهاشرات تعطي أن الكويت أقرب أنا أشوف للدوري وخاصة النتائج الكبيرة على القاتسية أربعة أو على كاظما أربعة في الدوري والفوز الأخير على الفحيل الثلاثة هذا يأكد لك أن الكويت عندها تركيز عالي أنا قاعد أقول لك ما قاعد يأدي ذاك الإداء هذه نقطة مهمة ولكن هو الأفضل لكنه قاعد يفوز يعرف كيف يأخذ يعني تكسب ولا تلعب حلو في رغبة في تغيير بالتشكيل بالتوظيف تحسن الكويت يعني بعد فوزة بكاس الأمير عنده طموح أكبر صح أنه يتزعم بفوزة الدوري هذا أنه يكون بطل الدوري لكن يبقى نقطة مهمة أيضاً لكاظما مع الغاتسية في الأمس في برنامج الدير أنا كنت يعني صحيح كلامي بس ممكن في المواجهات صح المواجهات هم متعادلين لكن فارغ الأهداف رح يكون حق كاظما يعني مثلاً إذا العربي فاز على الكويت وفاز في مباريات المتبقية وكاظما فاز على الغاتسية وفاز في مباريات المتبقية رح يرجع الرفوز الدوري كاظما لأنهم متعادلين بالمواجهات رح يرجعون للأهداف المواجهات اللي بينهم رح يكون فارق هدف لكاظمة وإذا ما تعادلوا طبعا في الأهداف رح يرجعون لمجموعة الأهداف كلها لكن كاظمة في الأهداف المواجهات المباشرة رح يتوحف إذا ما حدث هذا الشيء طيب بتأسألك يا كابتن هل نظام الدوري بالموسم هيدا جيد ولا من الأفضل على الاتحاد أنه يغير هذا النظام شوف في البداية أنا ما أعجبتني الفكرة فكرة تغيير النظام الدوري عن السابق لكن الأمانة اللي قاعد نشوفها الحين منافسة كانت قوية الموسم الحالي يعني الكويت العربي كاظمة القادسية أربعة قاعد نفسون على رقب يعني ما ما كنا نشوفها المنافسة الشرسة هذه لغاية الجولات الأخيرة أو الأمتار الأخيرة مثل ما يقولون في النظام السابق النظام الحالي يبدو لأنه ناجح حتى الآن يعني أشوف استقطاب أشوف اهتمام أشوف منافسة قوية بين الفرق يعني لحد الحين إحنا مو عارفين من البطل هذه بروحها تكفي دوريات العالم تقريبا كلها حسمت إلا ما ندر يعني إحنا دورينا ما عنا يعني فنيا هو أقل من بعض الأدوار الثانية المهارجية لكن تبقى روح المنافسة أوكي أحنا صح ولكن في واقع أنه عندك فريقين من ضمن البيك سيكس خاضوا المباريات من دون أي حافز يعني عندك في حيحيل وعندك السلمية فعني تشعر بأنه من ما كانوا بسلب الصراع هو لابد أن بعض الفرق يعني تكتفي بالوصول إلى لمت معين إلى حد أو سقف معين يعني يقول لك مثلا مثلا أنا أوصل لدوري الأضواء وأستمر فيه هذا بالنسبة لي كافي ما بي لا ألقب ولا بي حتى منصة التويتش ليش والله عندي ظروف معينة عندي غيابات عندي ظروف مادية عندي كذا بس إذا اليوم أنا إذا أكون موجود ضمن الستة الكبار هذا يكفيني الموسم الجاي يحلها الف حلال أو أنه راح أستعد وأضبط أموري عن موسم الجاي بتعاقدات من تجهيز الفريق الموسم هذا السلمية لاحظنا الظروف لاحظنا الظروف حيحيل وفي حيحيل أمانة تنزيم منهم اللي قاعد قدمونها لذا هذا وصلا بين ستة الكبار كامسر وباعتقد التأهل يعني في فرق هذولي أوكي واصل ذولي اللي بيقوله في فرق يا أخي تحس أنه فاتحين اللعبة بس يعني شو قاعدني بالملكة أخير قبل أخير شاي سلامك الله وناقص نفس المشيش عشرين سنة وهو ماسك أخير يا حبيبي فتش يا بابا واخر خلاص مجال الإدارات مثلا مو مجال الإدارات ولا هذا يبين ما في طموح هذا خفاق كامل مجلس إدارة جهاز فني لا مجلس إدارة هو اللي يجلس بالأجهزة الحمينية الإدارية العموم يتحمل الله إذا ما عنده طموح وما عنده عذاك يقدر عبد الله ما تجلس فعنا اتفق معاك بهالنقطة لأن أغلبهم هذا خلاص أنا قاعد على الكرسي ضام الجمعية ما في حدي حسبي فاق ضامني ما في حدي حسبي صح بس أنه في واقع نعيشه بالكويت أنه نحن معم يعني معم نحكي دورة صعودة أنا شو قصدي قصدي أنه في عندك هبوط وفي عندك صعود اليوم لما كنا عارف حالو خي الدرجة ممتازة والدرجة أولى يعني شو رح يسير فهم بش أنه عندي هبوط وعندي جمهور كبير وراي دائما دائما الجمهور هو اللي بشكل ضغط يعني أمس خروج الريال يعني الجمهور بدوا شكل ضغط على الريال كيف تخسر أربع لسبب اليوم لما يكون النادي بالمركز الأخير بدوري الكويت ما عنده هالقاعدة جمهورية الكبيرة ليش ما عندي قاعدة جمهورية لأن الرياضة عندك ما قاعد تستقطب أحد أنا أنا حين عيالي لما وديهم النادي باتل عنده امتحانات يحترق النادي باللي فيه يلا أنا عندي امتحانات أبرك ليش لأنه مستقبلهم في الدراسة أفضل من الرياضة ليش الرياضة عندنا ما زالت على طمام المرحومة مثل ما يقولون نظام الهواية يلا يا بـطنباخية العاف في ستوكي هي ميدالية يلا خمسين دينار واحد عليك هذه أنا عشتها هذه أنا كلاعب عشتها كمممممممممم���ắng عشتها كممشجئ عشتها السافة هذيisst عليه يلا انت بطولها سوي Lyn Twelve هذي ميداليتك يلا تاوقي الخانتين نخذك حلاو لا أنا مراحل سنيه وحوافات صحي ليشي يا أبو عبد الله لا لأ صحي حقي نعم ما بي أذكر الأندي بالاسم الواحد أغلب الدول لليمك ما رب رح بعيد الدول الخليجية كل احتراف طالبنا أو موحنا طالبنا المسؤولين على الرياضة كويتية قبل 20 سنة تموا طالبتهم أو أكثر من 20 سنة تموا طالبتهم بتطبيق الاحتراف وفتح الاستثمارات وفتح الأمور هذه على مختلف الأندية قال لك يوبا أنا ما أطبغ الاحتراف ولا أخلي الرياضة كرير أو مهنة أو مستقبل عمل قلنا لا ليش يا يوبا قال والله المجتمع الكويتية ما يتقبل الرياضي العامل إذا الرياضي العامل راتبة مثلاً أو مكافأة أو خدمتك كاملة تتخطى الملايين تتخطى الألوفات في الكويت سنقول مو ملايين عشان تولناها الخطوة هذه قال لك لا المجتمع ما يتقبل كاه السعودية تقبلت كاه المرات تقبلت كاه البحرين تقبلت يا أخي الهند 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 تقبلت زهقنا وإحنا على طنباقية ويطلعنا لك العشر سنين نجم مثل بدر ولا مثل الفنيني ولا مثل العنزي ولا مثل الحشان ولا يهونون باقي اللاعبين ليه متى إحنا على هالستايل المراضي خلص طنباقية وطقها وركض وخراس نعم ما ما فيه إذا بتمتي ما رح تغيير شيء يعني بعتبر هذه صرخة من الزميل يعقوب العوضي السؤال الأخير في مخص محور دوري الكويت باقي جولتين من بعد هذه الجولة عنا قازمة مع السلمية قادسية مع الكويت العربي مع فحيد بالجولة التاسعة بالجولة العاشرة والأخيرة عنا السلمية العربي والكويت مع قازمة برأيك أبو عبد الله وفق هذه المباريات الكويت سوف يتوج سوف أعطك والله شوف أنا في ظل غيابات العربي أهم لاعبين يعني لو كان الفريق العربي كامل أمانة مع أنه عنده يعني العمق وعنده باقي المستوى يعني اللاعبين هذولا مؤثر جدا أتوقع أن الكويت راح يكون بطل الدوري يعرض؟ ما في خلاف الكويت بطل الدوري عقلية فريق فائز مثل ما قالوا أخوي بو عبد الله الفريق يعاز يكسب المباريات بغض النظر عن غيابات العربي أو غيابات أي فريق ثاني أنت كمنظومة الكويت عارف شنون يخلص المبارات أوكي خلينا نروح هلأ إلى المحور الرئيسي دوري أبطال أوروبا The Champions League Valenti إذن زعامة دوري أبطال أوروبا للعام 2023 انحصرت مبين منشستر سيتي الإنجليزي كانت دور ريال مدريد لأنه تعوضنا انحصرت مبين منشستر سيتي وإنتر ميلان الإيطالي بالأمس كان لدينا مبارات رائعة جدا من جانب سيتي تمكنها من التفوق خلالها على ريال مدريد حمل لقب 14 مرة رقم قياسي بنتيجة 4-0 عن مستوى شخصي أنا الشعوط الأول شعرت أنه هذا ممكن يكون أفضل أداء لفريق على مستوى دوري الأبطال أبو عبد الله شو رأيك تحديدا بالشعوط الأول عمل كبير قبل المبارات يعني لما أتي مثلا حق الشعوط الأول ترجم غوارديولا والأبو التطور اللي حدث في آخر شهرين اللي وصل 14 مبارات ملعب للتحاد كل فوز واللي وصل أنه يفوز يعني عندنا إنعصائية على فرق كبيرة بالأربعة والخمسة والستة عادة للصدارة الدوري المحلي كل هذه ترجمة في عمل خارج الملعب على المستوى النفسي والذهني وبدنيا فنيا تكتيكيا داخل الملعب وكان واضح خلال متابعتنا خلال الشهرين لما تقارم ما بين الريال وكنت أنا أتكلم عن هذا الموضوع الريال ما هو زين الريال في عنده سلبيات نتائجه سيئة في الدوري أنت لازم تخيص الفريق وين؟ بالدوري 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 قاعد شوف نتائجه ما هي زينة مفتو راح قاعد شوف الفارق كبير بينه وبين منافسة برشلونة اللي قاعد يعني أنا شوفي عيش في عملية لا داعي برشلونة من أكبر فرق نعم نعم أنا قاعد أقول لك ريال لا لا أدري لا والله أدري أنا قاعد أقول لك يعني شوف برشلونة وتخيصه بالدوري مع المنافس ماله في الموسم الماضي كان برشلونة مو بالمستوى المنافسة فريال مدريد فاز بسهول لكن لما عاد برشلونة وعد الأوراقه وعد صفوفه استطاع أنه يفوز بالدوري النتائج اللي قاعد يخسرها ريال مدريد اللي سبقا قلت في مراكز الوسط ومراكز المتأخرة بالدوري فرق يعني فيها ريال أنا أفكر مبارات فاز ثلاثة بالأريحية وبسهولة وأكثر من مبارات كان ريال مدريد لا يجد الحلول فما بالك تي حق الستي فهذه كلها معطيات خلال الشهر أو شهر ومصر الماضي كنا نقول أن الوضع صعب غوارديولا أصبح عنده الذكاء أصبح عنده تصحيح الأخطاء التنوع التنوع كان يقع فيه أخطاء في المواسم الماضية يعني لا ننسى غوارديولا صار لحشر سنوات من بايراميونيخ ليس سيتي قاعد يحاول رغم أنه وصل وأيضا عن طريق ريال مدريد لما فاز على زيدان ترى مو غريبة هذه لكن الغريب أن الأداء الرد الفعل والتكتيك والطريقة والنهزام اللاعبين والنهزام المدرب أنك مسلم مبارات في الثلاثين دقيقة الأولى ما شفنا حارس مرمى إيدلس صح فهذه كلها أمور واضحة كانت وانعكست في الملعب وأنا يؤسفني أن لاعبين كان لهم دور كبير تراجع مستواهم مثل كروس بنزيمة مدرج ما قدر أنا أهاجمهم وأنكر لهم تاريخ لكن كان على ريال مدريد أن يعمل عملية إحلال والمحتدى يعني مثال بنزيمة وين البديل ما لنفرض الطريقة اللي لعبت لما تلعب كروس مدرج أنت عارف هذا الستي ذكي في اللعبة الأولى أنا أجزم لك أن قوارديولا كان ما يبي خسر بس لأن لو كانت خسارتها مثلا 1-0 راح يعاني في ملعب الاتحاد لأنا عارف راح تكون شغلة نفسية التعاد العطاء أريحية للمباراة الأمس وشفنا إحنا وقلنا لك فيه أرقام لما نحنا نذكر الأرقام نذكر التاريخ راح تكون مؤثرة سواء في هذا الموسم أو الموسم السابقة حتى الموسم الماضي كان الستي أفضل منك لكن كانوا لاعبين في مستواهم كانت فيه ردة فعل وعندك حارس عملاق مثل كرتوة هنقذك في الموسم الماضي وفي الموسم الحالي هنقذك من خسارة كبيرة من السيتي بالأمس برأيك كابتن يعقوب كان بإمكان أنشلوتي القيام بأي شيء أو السيتي فرض واقع؟ هو قام صراحة هي ليست نكاية به أو أنها شماطة لكن إنشلوتي أمس أو إنشلوتي خلنقل كرتوة أمس بدون كرتوة النتيجة موقل من سبعة ستة سبعة وفق أقل 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 كرتوة حق هلند كرتوة أمس أحدا أحدا وفي واحدة بالعارضة العارضة فوقتين يعني شلون مستحيل أشلوتي حنكم وقعين مدرب وله تعريف وعنده نظرة ويقدر يغير المباريات لكن مو في الوقت هذا مو في الزمن هذا مو في الكرة الحديثة في الكرة القديمة اللي كانت تلعب في عهده وهو الآن بلغ من العمر سبعين سنة العمر صحيح مجرد رغم لكن ما عنده عملية التجديد ما في تجديد دفاع مهارات فردية لفينيسيوس تألق لكرة هو مهارات فردية بنزيمة إذن عدم أحد هال إضلاع هذي انتهى الفريق استقبل أهداف ما عرف يسجل ما لقى حلول هالموضوع تكرر جدام سوسيدات جدام السيتي جدام جيرونة جيرونة يعني أوكي فريق مو متواضع فريق وسط ترتيب التاسع أعتقد لكن أن لاعب واحد ما تجد تمسيكه مهاجم سبب استغلاله من الساحات الدفاع عندك وتطلع تقول لي في تصاريح صحبية أوكي تذكر مباراة السوبر مع برشلونة نعم نعم راح أذكرك في مباريات شنو وضع ريال مدريد لازم تكون في قراءة أثناء الموصل نعم على ضوء هذه القراءة أنا قلت لك ما راح يفوز ريال مدريد ريال مدريد كان يبيتهل كان يفوز بملعبة حتى لوحد صدر راح يتعب ذهنيا وراح يتعب السيتيكان لكن أنا قلت لك أعيد وكرر إن قوارديولا كان سعيد في المباراة طبع لاحظت قوارديولا وطريقة لعبة خارج ملعبة مع باير لما يالب ملعب الاتحاد خلص عليه هذا صدر لما راح ملعب باير قام يدافع في السابق كان يكابر يبيعيد يكرر الثلاثة أعرفت؟ هذه النقطة اللي كان لعب عليها مع مدريد إنه مدريد كل مرة ما يطلع السيتي في المبارات اللي فاز فيهم على السيتي لاحظ السيتي مهاجم السيتي سدد السيتي راول يعمل كل شيء لكن عيبة الباكات جدام القلوب واصلين لنص المعب أمس اللي فرق السيتي مو بس وكر فنيسيس انتهى أمس ما في شيء وكر حط بجيبة مثل ما يقولون ما وصلت لحتى باسم الكرة ما قاعد توصل لا للنص لا للجوم هذا كله بجنب هذا كله الرقابة وقضع خطوط التمرير والتمركز صح هذا كله قصة القصة اللي أهم من هذه إن السيتي ما ندفع بكامل قوة الهجومية قاعد يلعبون أربعة سنتر باك وراء بدال الأظهر اللي تقدمون السنتر باك يصنون محاور ولد القلوب يتمون وراء من هذا اثناء الهجوم قاعد يرجعون ثلاثة اثنين اربعة واحد يرجعون القلوب يسكرون مع المدافئين الأساسيين فانت مذيض ضع هاجمك من العمق راح تقطع لي كرات كروز ومودرج راح أهاجم من الطول والأطراف راح توقف لي رودريغو ويا فينيسيوس والمشكلة مهنية المشكلة اللي يخليك تحس أن السيتي فعلاً عملاق السيتي توم تخلي عن ووكر عفواً كنسلو يعني ضهير من العيار الثقيل وملعب لي آكي وملعب لي شنو جبروت مدرب هذا أخي مو عشان برشنون لا 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 طبعاً مدرب شنو المدرب هذا اللي ما يرد على تشكيل ما يرد على غياب ما يرد على تكتيك يعني شي خيالي صحيح بيب غورديولا ومن دون أي تحيز لواقع كأنه بتحجع الفريق الكتالوني بتفضيل بيب غورديولا مع برشلونة و بيب غورديولا مع السيتي في ضوء ما شفنين باري مع السيتي لأنه مع برشلونة كان عنده ميزة مو عند كل فرق العالم ميسي حلو هنا عمله يبدأ صح يثبت أنه مدرب صح ومدون ميسي لأنه فالفيردي ما احترامي حق فالفيردي ثلاث مواسم هو ياخذ الدوري شون نفس صريقة مدريد حاليا شتيقين يتقلق سوارز وراء المهادمين ويغير الأدوار وميسي نفس الطالبة وميسي نفس الطالبة فرورتينو براس رئيس نادريال مدريد أكد أنه انشلوتي مستمر هذا كان قبل المباراة هل بغير رأيه أولك؟ طبعا أنا كنت طالب تغييره أنا كمدريدي يعني وهم طبعا يداروا لهم أفكارهم ولهم حساباتهم بس أنا قتلك انشلوتي في الموسم الماضي الدوري ما كان فيه منافس له طبعا أنا أكيد بنقول نحن ما لنا شغل في المنافسين وظروفهم لكن أيضا في المباريات اللي فاز فيها أنا شوف كان يعني أفداع لاعبين أو اجتهاد لاعبين أو ردة فعل قوية يعني انت مباريات كنت على وشك أربع مبارات كنت على وشك تطلع تعال حق مبارات النهايي ليفربول أنت هنا لازم لما تفوز لازم تعرف أقطائك شنو مو لما تخسر أنت مبارات ليفربول ست أهداف محققة أنا أكثر مرة شفتهم محققة أهداف تصدى لها كورتوة فمستحيل راح يستمر معاك للوضع نفس الشي العالم قاعد تتطور وتغير أفهمتك وانت ثابت يعني أنت في الأمس بالأمس مثال بسيط أنت كان بإمكانك تلعب على هذا ظهير وتلعب كمفنقة في الوسط مع تشواميني الدخلة لأن تحتاج أنت وسط طاقة شباب عساس يجاري هذا المد وهذا الاستحواذ اللي حصل في ثلاثين دقيقة حارس مرمى الخصم ما يبين أنت بنزيمة ما هو مستوى ما عندي مشكلة لازم أنا أتخذ غرار هلعب آنس رودريقو ولعب فينيسيوس في الهجوم هلعب أربع أربع أثنين إذا أنت تقاعد دفاع يا رجل حتى فينيسيوس رأى لا لا ما يصير يعني مقادرين نطلع صورة موجودة يا رجل يا رجل فيه شغلات اسمها الكرات مباشرة ما فيه لا مصر مصر أن يبني ويطلع نفس ما هو إذن يعني أنا أكلمك مدرب كبير لا لكن هناك أفكار جديدة ما اعتمد على الضغط الهجومي هو متوقع أن كل طرق تلعب ما رح تضغط عليه هجوميا تفتح لها مساحات ياخد مرتدة فينيسيوس ياخد مرتدة بنزيما أو رودريقو تعالى ما تيحق ريال مدريد ما يصير ما يصير ولا فرصة خلق خلال 90 دقيقة ما يصير تيحق تزديتين ما يصير تزديتين فقط كروس تجار ردة فعل كروس اللي بالعارضة وألابة اللي الكرة ثابتة المباشرة بس عبتني كرة هذه اللي زقلنا أنا ما زعل هذه كرة تغدل ممكن أنا ألعب أفضل مبارات وخسر طيب منقول ألولا بوسعود المدريدي الحزين اليوم قال السيئل هلا حبيبي يا هلا حبيبي هرد لك من قللك يا حبيبي مسي عليكم بالخير والله يا بوسعود أنت إنسان عندك جرأة كبيرة يعني خسران 4-0 عم تتصل اليوم بكل بلا سكرة يعني ندود السؤال بس يا مدريدي أقعد مواسم أطلع من الأبطال ومنتدأت على طريقي وأختفي ولما أفوز أطلع بكل مكان لا لا أنا موجود أنا مقايز للخسران لا 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 أنا مو مشكلة إحنا المدريدي موجودة موجودين من 2002 إلى 2013 ما أذكركم عقب دور 2016 في فريق كل موسم ريمونتاد عليه وهذا عادي شيء مشكلة يقل ريمونتاد وفر 14 نقطة يا أخوي عليك 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 الله عافيك الله ما عليك هاردك حبيبي شوف أنا بتكلم عن أنشلوتي يستحق الخسارة ويستاهل هالخسارة لأنه مدرب من بداية مو من بداية هالموسم من أول فترة مسك مدريد ما عنده شيء ما مداورة يعني أذكر أول فترة حق مدريد كان يناطس كان متفدر بالدوري كان يجهد اللاعبين يعتمد على تشكيله أساسية وحده بس ما يغير فيها نصاب رونالدو آخر الموسم قام يتعثر خسر الدوري وفاز بعدها بالكاس ضد برشلونة وفاز بالشامبيونز الحين تكرر نفس الشيء ما يغير ما عنده مداورة زيدان لما نحقق الدوري والشامبيونز حقق الدوري ترب مريانو مراتة كان يلعبهم هذين اللي كانوا يستجلون انت انت ان شلطي بنزينة ليه متى بتلعب أساسي يرد من إصابة يدك أساسي هذا السبب ما عنده بديل بسعود شلطي حقي ما عنده بديل حتى لو لعب اللي موجودين عندك مريانو حتى لو ما يسوي شيء انت خلى يلعب عطه فرصة انت هزارد مباراد ختافي طلعت ليش طلعت من كثرة ما قاع يلعب هزارد انت معروف ان زجادي اكثر من دنبري اكثر من قارب خلق 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 كلام بسعود صح اسرارة على بنزيمة صحيح ما يصير يعني يعني اللاعب الوحيد من عندك بداء بنزيمة اغير طريقة سلوب لعب مش طلعت الابراز حقيقية تشيل بنزيمة ما اضطر انا غير طيب هلا يعني الجميع عم يتساءل انه اليوم يجري انتقاد انشلوتي بسبب هذا الخروج طيب بالنظام لاعبين سواء بالانتقالات الصيفية او بالشتوية ولكن اجا بيريز قال له انا طوي اعمل الترميم لالسطاد وما في عندي فلوس طب ليش كل الاتهمات عم تروح صوب انشلوتي من احنا ما منعرف شجرة خلف خلونا خلف الابواب المغلقة او الغرف المغلقة شوف سهيل انا سهيل انا ما الوم انشلوتي هم صح هذه التشكيلة اللي عنده بس الومه على يعني سو مداورة بين اللاعبين عطهم فرصة اللاعبين يعني ترى مريانو كان يسجل هذا اللي كله قاعد الحين دور الكاستية هني دور الكاستية شوف انت تو قلت برشونا خسر ريموتادات وما الى ذلك لما كان يخسر الفريق كان متهالك هذا لا خلاف عليه كان يشيله ميسيس وارز شتيقة نفس تغريبا وضع مدريد حاليا شنو اللي برز برشونا في الموسم اللي طاف او من نص من موسم اللي طاف لغاية الآن المدرب انا شوف لا لا مو بس المدرب الامين جمال اسمح لسامي الامين جمال انسوفاتي بادري قابي نيكو جونزالس بالدي هذي ست لاعبين هذو ست لاعبين جايين من الاكادمية لماسية لماسية انت الكاستية عندك شنو قاعد تسوي محاطي رؤون محاطي محاطي من نصعد منها ما خذي شوامني بمئة مليون وما خذي كما فينقا وعبينك وين هم يرى هالموسم لعب الفارز يمكن لعبتين لعبة ستجل فيها ضجة ثلاث كومترين بنية جسدية ممتازة للعب الفارز وممكن ما يعطي فرصة هذي نرجع ونقول هو الخوف من خسارة انت ممكن رح نشوف الأسامي هذي في الجولات الثلاثة اللي باقي من أتوقع ماذا ما بي أطول عليكم يعطيكم مهند. هلا حبيبي اول شي بدي بارك لجمهور البرشاف وزي السيتي. بارف انه طول عمرو مشجع السيتي منزل عومة افراء فرهم. انا شج اي فريق ضد مدريد لو كان جزر القمر. عربتوا ليش مدريد كبير. مدريد خجع نص الأرض عشان مسي بس. يعني شي انا مستهرة بشغل واحدة. هنه شمتانين فينا ليش ما جبنا الخمسة عشر المطلوب لنا كل سنين مدريد كبير. ايه يا مهند الكمل حبيبي. السؤالي الوحيد بس للكابتن ابو عبدالله. تفضل. هل انت مع بقاء انشلوتي مع تغييرات بالفريد جلب لاعبين يعني وتغييرات بالفريد او انشلوتي حيضل حتى لو غيروا شو من كان حينزل مودريد شكروت وكارفخال والشلة يعني الشجعان وقدمنا. طيب اوكي مهند شكرا هلأ رح يجوبك الكابتن. اه شو رأيك؟ والله انت عارف رأيك. انا اكثر من مرة قلت لك انشلوتي خلاص شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. حققت نجازات حققت بطولات. لكن ريال مدريد يحتاج افكار جديدة. يحتاج عناصر جديدة لمستقبل افضل. من ترشح بداله شلوتي بعبدالله عفوا. من ترشح بداله حاليا. والله انا انا اتمنى شوف اتمنى فكر مثل اه الونسو. انه مطروح رفض امس. ممكن ايه. يعني انا كنت اتمنى نوعية المدربين هذي. ارتيتا الونسو. الافكار الحماس الرغبة يعني خلاص. لازم اتجدد. لازم اتجدد. ايضا على مستوى العناصر لازم. طبعا طبعا نعم. مستوى العناصر لازم. كلها امور للمستقبل انا اتكلم. شكرا ما قسروا يعني اللاعبين مثل مودري. سهل باخد دور سهل انا. فضلك سوال. الحين لو رجعوا وطرحوا اسم بامبي على مدريد. ايه. هل راح تقبل ان ينضم للفريق بعد العملة اللي عمله. انتو خليتوا ثلاثة ابطال وربع هاترك عدل. هو سحب على مدريد هاترك. نعم. هل تقبل في الشي هذا هل كبرياء مدريد يقبل ان لاعب مثل مبامبي يروح عليهم حتى لو اوافق هو في الوقت الحالي. انت حن سألتني. شوف انت قاعد تتكلم عن نظام احتراف. عرفت? وفيه تفكير. انا ييني عرض. اقبل ارفض. لما انا ممكن ييني. اللي يالي ترى مو شي سهل. العرض اللي قدم له. ممية وعشر مليون شو نبي اكتر. طبعا. طبعا. وغير المميزات اللي اعطوه. البي اس دي قدم له. ممكن. ممكن انت ما تدري. ممكن تحت الطالة. ممكن فيه اتفاقات. ممكن فيه شغلات. ممكن انا انا اتوقع ان فيه تواصل اه وكيل اعمال امبابي مع ابي ريز مع الادارة على السينما. انا اتمنى انه يرجع اه 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 اخذونا الموسم القادم يكون موجود. لان اضافة كبيرة. وراح يذكرني في سنوات ريال وانجازاته اللي حققها مع كريستيانو رونالدو. نعم. بانبابي اعت اشوفه انا خليفة اللي كريستيانو في في ريال مدريد. والعمل الكبير اللي راح يعمله في الثلث الهجومي مع الطاقة والسرعة والمهارة اللي متواجدة فيونيسيوس. نعم. ورودريف. نعم. اه في معي حسن الصراف على التليفون ما لنك بتذكري لانه ريال مدريد. هذا برشلوني. ايه. هل برشلوني. انا لأ. اوكي. اه. اه. اذا بنا تشيري لانه هناك مفاوضات متقدمة ما بين ريال مدريد و جهود بننج هام ويقال بانه حسن الصراف اهلا وسهلا فيكم بنقلك مبروك مكعب مبروك عالفوز بالاقب الدوري الاسباني بخروج ريال مدريد. الله عافيك. انا بكل عيادية اقول هارد لك لريال مدريد ومبروك لمانشستر ستي لانه كوني انا كبرشلوني لا لا ناقة ولا جمل في هذه المباراة. السلام عليك. رابع لك. انا قبل ثلاثة شهر طايح من هذه البطولة. واذا انا بقول لك شغلة ممكن. انا طالح من اليوروب ليك بعد. الصرافات حاتيني لو سمحتها. ان شاء الله بس خلق لك. هذا العوضي هنا ترى مراضي. والنعم والله والنعم على الواقع. برشلوني ويموت بميسيا. يعني انا نفس الشيء بس عم عكس بعض. عند ميسيا عند ميسيا رقم واحد. طبعا ميسيا. اوكي. وبس طبعا انا يعني انا يوم قلتك طايحين من دول وفتشو. اليوم تاريخ 18. 18 مايه. 18 مايه. 19 مايه. 94. انا طايح بنتيجة اربع صفر في ميلان. يعني هذي نتائج. هذي كرة القدم. مو عيذة نطيح. يعني في تاريخ هذا اليوم. انا من ميلان طحت. اه. ما يضل بعضه من اوشات والشمات البسيطة الحبية. لا لا. ما فيها. بس انا انا عندي سؤال لحد اخوي العوضي عدل. برشلوني ترى ابو حلي. انا بسأل السؤال. ليش طالعين فئة من الناس مضايقين انه مانشستر سيتي يفوز بالبطولة. للسببين. السبب الاول تنافس مع ميسيا في كرة الذهبية. والسبب الثاني عندوها منظرية يبين يثبتونها ان فيب غوارديولا لا يحقق دور الابطال بتون ميسي. ليش طالعين هالفيا هل هذي البرشلونيين. هل هذي لهم غير عنا. شوف. انا عندي سؤال. بس عندي اخر جزية اعطيكم الهو. اذا ممكن. اخر جزية. اليوم تاريخ تمامتاعش. تاريخ تمامتاعش. وقبل خمسة شهر. حققنا بطولة العالم بقيادة الاسطورة انخل دي ماريه. وبعس الله يعطيكم شكرا. هذا الدفان. هذا مرجلوني. يعني ميسي مو اليوم. لا لا اعرف. بس عفوا بدك جواب على قصة ميسي هالند. ميسي هالند يعني ميسي بعمر الستة وضعتين سنة ينافس لاعب عمره اثنين عشرين سنة. يعني ميسي عمره اثنين عشرين سنة. كم كرة ذهبية عنده. بس بس. شوف انا مو ميساوي متعصب. انا قاعد اكلمك واقع. وارغام. مثل ما الجماهير تحب. كم كرة ذهب يا نسي وهو بثنين وعشرين سنة. صح. ثلاث كرة تعتقد. ما خفضاني يا اثنين وعشرين او اربع عشرين. ما اني منذكر بالضبط. انزين. انت يا اي تنافس لاعب عمر ستة وثانين سنة. خلاص انت المفوض ان اللاعب هذا يبقى قاعد شاي بين الشوطين يوجه ربعة. ترى هذا باصل معتزل وصين مدرب. الرجل قاعد ينافس لاعبين توهم بارزين نجوم. توهم بامبي هولند. بيلينج هام. مشكلة ما ينافس مركز ينافس صانع العاب. ينافس وينج. ينافس رأس حربة زين. خل شي حق العالم يا حبيبي. ارحمنا. باقي قول شي بس. بس. يوالله يوالله. هلأ هلأ في واقع انه بالنسبة لجائزة الكرة الذهبية رح تاخد بالاعتبار كأس العالم وصورا الى نهاية السيزن. اه برأيه كل اللي بكرة بدوا يصوته نسيوا يمكن انجاز ميسي بكأس العالم. رح يركزوا على دوري الأبطال في حزن في حال فيس فيا سيتي. هو هو الجائزة هذي اعلامية وليست فنية. احنا تبي الكلام الصحيح. انا شوفها اعلامية. اعلامية وليست فنية. فنيا يلاحق فيها بدون اي بطولة. من 1300 ستة اليوم؟ مش بدأت البطولة الى اليوم. احنا هاللهيًا من من متل جائزة حتى اللحظة هذي جائزة اعلامية. لاحظ اللاعبين اللي ااو خدوهاczo اوين. زمن ربنة لمن كون مع الباييري؟ اين بايير اين اين بن كون ربنة sentenceب pouما μركان يبقى السؤال الكبير أبو عبد الله هل يشكل انتر ميلان خطر على سيتي في النهائي؟ والله أشوف في ظل الوضع الحالي أنا قلت لك سيتي راح يحرز الثلاثية لكن على سيتي أن ينتبه أيضاً هو أخرج في 2020 ريال مدريد وتأهل نهائي وخسر أمام تشلسي اللي كان مو مرشح وشفنا الطريقة اللي خسر فيها التبديلات غريبة كانت تغريبات أنا أتوقع أنه شارب ردبول قبل مبارات ممكن ممكن أنا أشوف أنه طبعاً المنظومة الدفاعية الإيطالية هي الأساس معروفة أقوى منظومة في العالم لما شفت أنتر أنا بمبارياتها الأخيرة وتحسن أيضاً لنتر كمقارنة بتقول الستي راح يفوز خاصة النفاذ على زعيم أوروبا أربع صفر وطلعها في الصورة هذه فهذه كل انطباعات راح تصير على الأنتر لكن أنتر ماهو سهل وأخشى على الستي أن يتكرر نهائي تشلسي وأنه يخسر بدفاع والتحولات السريعة يعني واضح الأنتر ما عنده شيء ثاني أنه تخاف منه لكن قوة دفاعه قد أنك أنت ما تقدر تخترقها تقريباً أبو عبد الله النسبة اليوم النسبة اليوم يعني قبل عشرة يونيو وما بعد مباراة نهيئة بإسطنبول قد نسبة تفوز ماشا سرزي بالنسبة لك شوف وهو نهاي بالنهاي واللعبة واحدة وفيه ظروف وفيه جزئيات راح تلعب عليها نعم وكل مرشح الستي فهنا يشوف ستين أربعين ستين أربعين طيب جواب كامل ولا نسبة كل شيء بده كل شيء نشوف مشوار انتر صعد من دور المجموعات على برشلونة وعلى البايرن وعلى بنفيكا بالدور الثاني لعب ضد بورتو بعدين ضد بنفيكا بعدين ضد الميلان قبل الميلان بنفيكا نعم أصعب فريق واجهه برشلونة تقريباً وميلان بايرن كمانو بايرن بايرن خارج الحسبة نفس ما تقول أن ميسي هو خارج حسبة بايرن حتى رغم الظروف اللي مر فيها الكل قاعد يشوف النتيجة يقول بايرن واو لا بايرن مو واو بايرن قاعد يمر بظروف صعبة من أصعب ما يكون من قبل قاة نيغلزمن لكن النتائج تغطي مشوار الانتر كان شبه شهر في الوصول إلى النهاية توفق جداً ميلان توفق جداً برشلونة سواء في غياب بعض اللاعبين مدافعين أروخو كوندي كستنسن يعني مثلث جبار هذا في الدفاع وأساساً منظومة برشلونة حالية تقوم على الدفاع وبناء اللعب من الخلف من شتيقاً خلاصنا من برشلونة خلاصنا من دور مجموعاتني للأدوار الإقصائية دور 16 مع بورتو بورتو فريق جيد لكن الانتر عرف شون يفوز عليه وصولنا إلى الميلان فيه قبل النهاية بنفيكا ما عنده أفضل مهاجمين نونيس خلاص انتقل بعض اللاعبين مصابين الباكل الشمال عنده أيضاً كان غياب استغل انتر الظروف لمبارات مثل ما تفضل أخوي بعبدالان لك من مبارات الظروف هذه من ظروف المبارات الناس طالع النتيجة ما يشوفوا الظروف حتى ما يطالع النتيجة بالمباراة نفسها لا يطالعها في التطبيقات شوفوا فأسفلان خاص فأسفلان قوي هذا الفكر الدارجي اللي الحين ترى هذا مشجع سوشيال ميديا ما تابع حتى المبارات للأسف يعني البعض وصولاً للميلان الميلان يعني أنا شفت كرة قدم سيئة لكن اللي قدمها ميلا في مباراتين الذهاب ولياب من أسوأ ما يكون جدام الانتر من الآن يعني أخاصك لو إحنا الأربع رايحين ومخنين معانا وبطلاء البعد نفوز على ميلا بنمشي اللي راح يعيشها الانتر واتمنى أن يعيشها عدل النسبة يعني أتوقع سبعين ثلاثين حق ستين شاء نعم في حال فوز الانتر هل هيدا بيعني حقبة جديدة لكرة قدم الإيطالية وانتر ميلا بالتحديد أو كانت فلتة شوت بعد الكرة الإيطالية عم بتعيني ولن يتمكن انتر وغير الانتر من الانتر الإيطالية أن يستمر في الظهور في دوري الأبطال أبو عبدالله لا بالعكس هذه راح تكون دافع يمكن دافع يعني خلاف المعنوي والمادي راح يكون فيه أموال راح تتفضع الفريق راح يكون فيه دعم للموسم القادم ليحراز اللقب اللي راح منه في الموسم الموسمين الأخيرين هذا واللي قبله ميلا كل هذه أمور إيجابية راح تنعكس يعني أنا ما بيشبها بشلسي لأنه في شلسي وضع غير طبعا مع إبراهيم فيتش واللي ابتعد عن هذا لكن أيضا شلسي كان ما هو منافس في الدوري في نفس الوقت في نفس السنة اللي اللعب فيها كان فيه تغيير مدرب لما أتى تخل لكن شلسي فاز على السيتي اللي يعتبر الأفضل في إنكلترا وفي أوروبا كأداء لكن كنتائج عجز السيتي وهذه نقطة راح يركز فيها وهذا ما عمل عليك وارديولا خلال الموسم الأخيرة يعني لما تيحق الفرق الإنجليزية آخر ست بطنائيات خمسة يعني هاي بيلك قوة الفرق الإنجليزية والمستوى لكن رغم ذلك ريال مدريد خدم منهم أربع بطولات هذا يبين لك أنه مو بس المادة مو بس فيه عقل فيه إدارة الأمور هذه إذا كانت موجودة فأنا أتوقع أنتر ممكن في الطريقة اللي معروفة عنه في مباراة وحدة نهائي ممكن يعمل الفرق ممكن يعمل ما عمله شلسي ممكن نعم بتأكيد من بعد ما نتو صفحة دوري أبطال أوروبا وعنا حاليا بالليلة مباريات كمانا قوية على مستوى دوري النصف النهائي ليوروبا ليج ودوري المؤتمر عنا مباراة ما بين روما وباير ليفركوزن وعنا أيضا مباراة أخرى ما بين إشبيليا ويوفانتوس يعجوب برأيك فوز مورينيو بهذا اللقب من بعد ما بالسيزن يلي طاف فيز بدوري المؤتمر هل بيكون حقك نوعا ما نقلة نوعية لروما؟ هو انعاش لمورينيو قبل لا يكون انعاش لروما مورينيو بتاعد عن القمة من فترة ليست يعني بقصيرة مثل ما يقولون بتاعد عن الدولة إسبانية بتاعد عن الدولة الإنجليزية أو لما راح الدولة الإنجليزية توتن هام يعني منه كثير منافس توتن هام في نجوم لكن يعني ما أخذيه أكبر من حجم يعني سون و هاركين هم الباقي لا مع السلامة لوكاس مورا لا لا هذول بالظل هذول ما في شيء خاصة في المحاور وأنا أشوف كرة القدم تلعب في المحورين أنا أشوف هذي هذي كرة القدم بالنسبة لي يعني توتن هام سواء مانشستر ينايتد مع أن تشكيلاته كانت يعني هلأ في شغلي كمان يعقوب حقك بدل بالموسم الأول مع مانشستر ينايتد تلات ألقاب حقك الدرع الخيرية حقك كأس الرابطة وحقك اليوروبا ليج يعني كانت فلية رائعة ولكن بالموسم الثاني صار في مشاكل أنا بالنسبة لي قياس المدرب الدوري الدوري؟ ليش الدوري؟ طب صاري إذا عندك مدرب حقك الدوري حقك دور الأبطال ما أبي الدوري أبطال؟ أنا بالنسبة لي كأفضلية كأفضلية للمدرب كأفضلية للمدرب مش كصوحة أنا دا بقول إذا المدرب هذا زين ولا مو زين أشوف الدوري ليش الدوري؟ شو رأيك أبو عبدالله؟ والله أنا أختلف معه طبعا وجهة نظرة لأن هذا دوري منافسة ممكن تخسر مباريات ما تكون في يومك لعنما تيحك مثل زيدان في سنة ثلاث عملها الهاترك في سنة خذ دوري وفي سنتين ما أخذ دوري فهذا أنا أقول لك زيدان هالسنة أنت زين والسنة اللي طافت مزين ما يصير وهذا وجهة نظر يعني حتى أنشولتي الموصل الماضي خذ دوري وأبطال هالسنة ما أخذ لا دوري ولا أبطال ما أقدر أبخذ حقه يعني فيه صح يعني لا فيه لما قلنا احنا الريال عاوز تطوير على المستوى الفني والعناصر مو تقليلا من أنشلوتي يعني ذكر العوضي توقع لأنه على أساس عامل السن وعامل ليش لا أنا طلبت لك المدربين هذي مثل أتمنى تكون قيادة شبابية على المستوى الفني أيضا عناصر راح تشوف أفكار راح تشوف شغلات طبيعي مثل ما شفنا مباراة الستيامس يعني اليوم روما عنده لقاء مع ليفركوزن بألمانيا فيز بالذهب واحد سفر فقط مواجهة مثل ما أنا بالأسبوع الماضي ما بين المعلم والأستاذ صحيح وعانا تلميذ عانا من المنظومة الدبائية شو رأيك في في إمكانية ليفركوزن يحقك مفاجرة ليش لا خاصة مورينو استبعد ديبالا من تشكيله يعني أنا فوجئت بالقرار يعني ليش أنت مستبعد ديبالا يعني أنت قبل كم جولة قاعد قول ديبالا يعني هو اللي يشاير الفريق اليوم أروح أستبعده واحدة مثلتين يا أن أنت في مشكالية بينك وبين اللاعب مثل العادي يا أن اللاعب ما قاعد يؤدي مهام بالصورة المطلوبة بالصورة المطلوبة طيب خاصة أننا راح أحتاج للدفاع أكثر طبعا هو شوف روما في مركز سابع لأن تراجع يعني راح يبتعد عن التوب فور طب فور يعني لازم فوس طبعا أصبحت حين عليه ضغوط دي كان يشن بدون الأبطال عند ضغوط ونت تتكلم عن المشروع أيضا المشروع أنه يعني أنا شوف إذا ما أحقق عصفورين في حجر يعني شو حني؟ في هالمبارتين أصدق أوروبا ليغ ونتأهل الأبطال هذا بكون بكون إن مشروع ناجح طبعا حقا تعتبر بعد المؤتمر أيضا في ظل الأوضاع طبعا الآن قايس مورينيو مع الأندية الكبيرة اللاعبية أنا صرف نتكلم عن روما الآن نعم إذا ما فاز في المبارتين هذه اليوم والنهائي والنهائي راح يأخذ البطولة الثانية له مع الروما روما ويتأهل يستغنى في ضغوط كبيرة نعم على أتوقع على المورينيو اللاعبين نعم فقد بديشيري لأنه عقد مورينيو معرومة يمتد لثلاثة مواسم أول موسم كان الموسم يلي طاف عندنا الموسم وعندنا الموسم المقبل يعجوب فعندنا المبارات الثانية ما بين إشبيليا المتخصص بأوروبا ليغ حامل رقم كياسي على هذا الصعيد واليوفي بالمبارات السابقة تقدم إشبيليا واحد سفره باللحظات الأخيرة يوبنتوس عادل اليوم الموارات على ملعب إشبيليا إشبيليا تقريباً لا يخسر على أرضه بها البطول إشبيليا من الفرق العنيدة جداً جداً في الدوري وفي بطرة أوروباليك لكن اليوم راح يشتقد أو يعني الحين بعد إعلاني صابت أعتقد يوسف نصيري هذا عنص مهم جداً أهم هداف عندك مو موجود مع أن نصيري غائب في الدوري يعني ما قاعد ينافس على هدافين لكن في الدوري أوروبالي قاعد يقدم أداء جيد وأماناً أمام اليونايتد قبل اليوبي لا يتسبب أخدم الحط هناك أخطاع دفع أخطاع والدفاع مقوير يجمع على صغر نبارات الأولى غزلت نبارات الأولى مقوير ما هو مقوير الكرة تشعر تشعر نفس هذه الأقطات كيف تجدد أو لا بعد؟ تجدد له هذا لا أعلم لا أعلم أي نادي أبي أستنبلة لا أعلم أتوقع وسام طالبينا مسكين لاعب بيع يا حبيب وسام على مسؤوليتي بيع مسكين اللاعب شو لقى أبو عبدالله اليوفي أيدت خريج ملعبه يتجاوز أشبيليا ويبلغ مبارات والله مبارات صعبة سيل على اليوفي أمانة يعني أشبيليا شفنا مع اليونايتد ماذا عمل خلنا صحيح حظ وخطاع في مبارات الأولى لكن مبارات ثانية يعني سيطر تماما مسجل ثلاث أهداف مع كنشيت بأريحية بات فجمهور كان عند غياب قلوب دفاع أثنين اليونايتد نعم 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 هذه ظروف مبارات نعم هذه ظروف مبارات ممكن شوف الفرق الإيطالية خاصة في المباريات هذه الحاسمة معروفة يعني دائماً عنده تنظيم الدفاعي ويمكن اليوفي عنده مأضغياب يمكن يهجم هجمة هجمتين يخلص مبارات بس اليوفي عنده غياب مهم جداً لا تنسى بوقبه رايح بوقبه رايح بوقبه رايح مني مافي والله أنا توقع أنا توقع شبيليا راح يتهل مع روما طيب فقط هيك على السريع لأنه الوقت تبلش يدهمنا كمان عنا دوري نعم اليوم عنا نص نهاية دوري المؤتمر وست هام أمام الكمار الذهاب 2-1 لواست هام على أرضه وست هام يتأهر أنا أشوف وست هام بالنسبة للمباراتين بين بازل سويسر وفيرنتينا بازل فايز بين فيرنتينا 2-1 3-1 2-1 2-1 من يتأهر فيرنتينا من بازل؟ طبعاً بازل نعم نعم أبو عبد الله بالمورث الأولى وست هام ولا الكمار؟ وست هام والبازل أو فيرنتينا فوز بازل وخارج من العبل والليوم من العلم أكيد راح يراجح نعم نعم نروح على فكرة ياس أورنو ياس أورنو وصلنا إلى الفكرة الأخيرة من برنامج بلنتي فكرة ياس أورنو في هذه الفكرة ما بحقلك يعقوب تقول تشلح ما بيحقل الله بدي ربال ما بيحقل لي خلص لا ما يصير يلا من بلش الصولة سيمنح الفوز للعربي على الكويت نعم أبو عبد الله لا برشلونة بطل أوروبا في الموسم المقبل من غاية تذكر نعم مستحيل موسم ريال مدريد كان فاشلاً جداً من قلب الصني أبو عبد الله كان هدفنا خاص الملك وحققناه أبو عبد الله كان هدفنا خاص الملك وحققناه حققناه أبو عبد الله ما عودة زايدان إلى ريال مدريد ليدارب الفريق نعم أو لا نعم السؤال الأخير ما عودة ميسي اللي يلعب في برشلونة نعم نعم أبو عبد الله لا نعم أبو عبد الله نعم 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 نعم